من جديد تستهدف مدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان بطائرات مسيرة هذه المرة سقطت في أماكن لا تبعد سوى عدة كيلومترات عن مبنى القنصلية الأمريكية الجديد الجانب الكردي فتحت تحقيقا عاجلا ودعا بغداد إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الأقليم للوصول إلى الجنات بأسرع وقت ممكن هناك ثم تحقيق من قبل مكافحة جهاز الإرهاب وإن شاء الله سنصل إلى الأدلة الموثوقة ولحد لا نستطيع اتهام إيجها لحد لا ندلة غير واثقة ونطالب الحكومة العراقية بالتنسيق الكامل مع جهاز مكافحة الأقليم للوصول إلى نتيجة والقابض على هؤلاء الإرهابيين الجبناء الاستدافة المتكررة للقواعد العسكرية للتحالف الدولي بتكتيك الطائرات المسيرة الجديد تحمل في طياتها الكثير من الرسائل ومن أبرزها جعلوا الأراضي العراقية مسرحا للصراع بين دول المنطقة ما يتطلب وبحسب مراقبين تجديدا أمنيا من الحكومة الاتحادية لحماية السيادة العراقية الأرض العراقية أصبحت ساحة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذا الصراع متى سينتهي الله أعلم ولكن ينتهي في حال لو اتخذت الحكومة العراقية إجراءات دبلوماسية إضافة إلى إجراءات رادعة لقمع ومحاسبة مثل هذه المجامع لأن ما معقولة هذه الطائرات تسير فوق أجواء عراقية والرادارات العراقية لا تكتشفها أو المقاومات الأرضية لا تكتشفها يعني المفروض بالحكومة العراقية ووزارة الدفاع العراقية على أقل تقدير هي التي تتحكم بمشهد القيادة في العمليات العسكرية هذا إذا كان لدينا سيادة على أرضنا ولكن العراق مستباح وفي ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في الأراضي العراقية يتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي كيف دخلت هذه الطائرات ومن هي الجهة التي تقف وراءها خصوصا وأنها تحتاج إلى خبرة طويلة في استخدامها من أربيل مصطفى السامرائي قناة دجلة اشتركوا في القناة